ونستغفر ونستهدير ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا نضل له ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله فالله صلي وسلم وبارك عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعود أن نتذكر شيء فإن سؤال يعني طرح علي الإنسان ليدعيه والله يقومي صليش فما دعاء الكافرين إلا في تباهل أوشيق الله سبحانه وتعالى رايح ضائع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأهدو بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فهو كافر هذا هو الإنسان كيف ترك دیکنكتين عربين وكيف تدير أمت جوش أمت جوش كيف تركها فقط لأك McG Heil دعوont لإنسان سؤال قرار بالنسبة للمشاهدة سيد رمي كريانز كالله نسيطر إشاء الله كالله يساعدنا جيدنا ونصرنا ونصرنا أقارنا فإقوة الإيمان اليوم نتكلم عن موضوع الحج الموضوع الحج منا نطلق إليه بالصيغة الموالفين طلقوا إليها كلنا يعني الإنسان يوصل إلى الكعبة ويرفع يده اليمنى ويقول بسم الله والله أكبر ويطوف سبع شواط ثم ثلاثة رمل ثم سائل أخيما هل يكون ناس تعرفها ثم تصليه مقامي براه يوم تروح تدير صفا والمروض لكن الشيء اللي رأنا مخصوصين فيه يعني حتى عند بعض وإن شاء الله نسأل الله تبارك وتعالى ربي يديهم وتنبتهم حتى عند بعض المرشدين أعطيني الحاجة اللي تنفعني في الحج وش ينفعك في الحج أنك تعرف أركان الحج الذين يبطلون الحج وتعرف الواجبات التي لك وتعرف كيف يعني تكفر هذه الواجبات وتعرف ما هو سنة إذا قمت بها وجرت عليها وإن لم تقم بها لا يثاب فعلها ولا يعاقب تاركها هذه السنة في قلة الإيمان فمن هذا الباب إن شاء الله نتارك بأد من ترجم هذا الفقر أحادي نتارك بأد من ترجم هذا الفقر أحادي بأد من ترجم هذا الفقر أحادي هذا نتارك بأد من ترجم هذا الفقر أحادي بأد من ترجم هذا الفقر أحادي اوقت بأد من ترجم هذا الفقر أحادي والأحادي وانه لا يفعل اما كله من قلب الهج يبدو أن الهجي مجothersكوانج لا يحبه أو تقليل متى يبدو أنه ليس قلتي وهو ربع رئيسان الذي يفعله حيث يفعله الذي الذي لا يفعله لا يفعله حيث فنبدأ بالهج بسي فهم ما أرقال الحج ما هما أرقال الحج أرباح أركان الحج أربعة ما كانش يعني عشرين ركن الركن الأول هو الإحرام الإنسان ليقومش بالإحرام يلبس الرداء ويلبس كذلك الإزار والرداء ولا يقلم الآذافر وهذا إحرام هذا في سفاعة ثانيا الركن الثاني في الحج هو الوقوف بأرفة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحج أرفة من لم يقف بأرفة من يقولش أنا نبدأ بمزالفة وكذلك طواف الزيارة ما يسمى بطواف الإفادة هذا الطواف عندما حين يفيد الناس من بعد ما يرمون الجمرة الكبرى أو بعد ما يرمون الجمرة الثلاثة هذا الطواف الإفادة كذلك رقم من أركان الحج من يرمون الجمرة الثلاثة لا يقف تحت ما يرمون الجمرة الثلاثة c'est bien sûr le fait de se mettre en sacralisation ce qu'on appelle l'ihram ne consiste pas seulement à porter les arts et les rida et ne pas se couper les ongles aussi ou ne pas se parfumer mais c'est toute une panoplie de choses qu'on doit faire l'inché Allah mais celui qui ne fait pas l'ihram il dit c'est pas grave moi j'ai pas fait l'ihram je commence par Arafa par exemple ça passe pas وقال تفتل أوحي سيقال سيقال تفتل وقال للحب سيقال تفتل سيقال قلت بیسولة العديد سيقال الذي يقال أُحيان سيقال عدم إلى الانسان ينتقل إلى واجبات الحج واجبات الحج يصبع إخوة الإيمان واجبات الحد سبعة الأولى هو احنا تكلمنا عن الإحرام ولكن هنا الإحرام من الميقات ما تقدرش تحرم من أي مكان كنت فيه ما تقدرش تحرم من دارك ولا عند باب مسجد الكعالة المكة المكرمة عند الحرم ما تقدرش عندك مكان يسمى الميقات هذا ولي حرم فيه الإنسان لو جاء الإنسان مثلا من إسطنبول ومصر وكذلك يعني عن طريق البحر فمكان يسمى الجحفة فإذا جاء من اليمن فيلملم هذا المكان هذا والجحفة تبعد يعني تقريبا بعض كيلومترات على جدة والإنسان يجي من المدينة وضواحيها فهذا المكان يسمى ذو الحليفة الناس يقولوا أبي العالي وهو ذو الحليفة سمه نبي صلى الله عليه وسلم ذو الحليفة فكذلك الإنسان يجي من العراق ولدات عرق ويجي من مكان آخر من العمان إلى آخره فهذا الأكبر فهذا الميقات هذا لازم الإنسان يحرم من الميقات لهذا بعض الأحيان الإنسان يكون مباشرة ذهب إلى مكة عندما يصل مسافة قبل ما يصل إلى جدة يقول لهنا الميقات ويحرم إذا كان جاء من المدينة فيحرم عنده الحليفة هذا هو المكان يحرم فيه الإنسان والتفاصيل هي سهلة يعني الإنسان أننا نتكلم عن الوجبات بصفة عامة التفاصيل هي سهلة تطبيقية إن الإنسان يلبس الإحرام يعني من المستحسن إذا كان عنده إمكانية بشي يطهر أو يضع الطيب يعني تطيب ولكن ما يضعوش في الإحرام الذي يجوز يضعو في نفسه وكذلك يعني الإنسان ما يقضى شعر ما يقص الشانب ما يقص يعني الأضافر ما يلقمش الأضافر إلى آخره هذا كل هذا الأمور بعد ما يحرم هذا الإحرام من الميقات donc les obligations elles sont en nombre de 7 et je vais traduire chaque obligation comme ça on ne perdra pas le fil إنشاء الله ils sont en nombre de 7 la première obligation quand on a parlé de الإحرام la sacralisation mais la sacralisation elle a un endroit spécifique où elle doit commencer il y a plusieurs endroits celui j'ai cité un exemple celui qui vient par exemple d'Istanbul ou de l'Egypte il passe obligatoirement par le Joufa c'est ça l'endroit c'est avant d'arriver à Jeddah c'est ça l'endroit où on commence la sacralisation celui qui vient par exemple de Médine et ses environs et voire plus haut et c'est Doul-Hulaifa c'est un endroit que les gens appellent à Biarr Ali aussi des fois mais c'est la vraie appellation c'est Doul-Hulaifa c'est le nom qu'a donné le prophète et c'est un endroit et c'est à partir de là qu'on commence la sacralisation d'autres endroits par exemple celui qui vient du Yémen il y a l'homme le met ainsi de suite on n'est pas concerné partout les endroits mais ce qui est sûr c'est une obligation c'est qu'on commence à rentrer dans la sacralisation à partir de ce miqal de cet endroit précis النقطة الثانية عندما تكلمنا عن الوقوف بعرفة لجيب علينا أن نعرف أن نعلم أن الوقوف بعرفة عند وقت وهذا هو الواجبة الثانية هي وقت الوقوف بعرفة وقت الوقوف بعرفة يكون من ساعة الثانية عشر من الزوال يعني تقريبا ساعة الثانية أو بعدها شوية من زوال الشمس إلى ساعة غروبها يعني ولو تغرب بلحظة الإنسان فيخرج من عرفة ويذهب إلى مستارفة هذا الوقت هذا هو المحدد ليقول الإنسان راني وقفت بعرفة من الظهر يعني تقريبا إلى غاية المغرب هذا هو ما يقولش يعني الإنسان يخرج قبل المغرب ولا بعد المغرب ما ليش من قبل المغرب ما يقدرش يخرج قبل المغرب وأنا نشوفها يعني في بعض التفاصيل كيف كفره الأمار الأمام el ology وعلى أصول المعرفة واثول الزنة وقتنا من يتصل على الأصب أصول المعرفة وقتنا من يتصل على الأصب لنسر إلى المزودة وعقل Rice يمتعليه ومن المزيد الى الدائرة إلى المغرب على الجنه لن يرغب في الجنه طيب تساءب عليه لذلك بعد اليوم ليس حول مدعي نسطر على مسترفة المجدد على المسترفة لها مجدد لكن لماذا ترغب خائفه والطبع الناس أن ادخل وراغ المباشرة إلى النام ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر العنورة بعد ذلك يمكن أن يرسل وليس المساطة سوف يسأل قلت أن يدعها سيساً ثم يقولون وليس يقولون ثم يقولون المساطة وعلى الأمر الثالثي، يقولون، إلى الثالثي، يقولون، الغلطة في بعض الأحيان يعني ما تلغيش الأجر ولكن تنقص منه الإنسان يطوف صباح ومبعد يبقى نهار كامل ويروح يشري منا وشري ملهي وشري الأخر لا يكون آخر عهده بالبيت آخر عهده بالبيت يعني ولو يبقى لك ساعتين ثلاثة ما علش طوف ولا ربعة الطوف ثم الإنسان يرجع وينتظر الأداء بسم الله وحسن الأخيط مع المنظور صباح وينتظر أعطان المنظور صباح وينتظر الأحيان تواف de l'adieu quand on part, quand on a fini le rituels de l'adieu on a tout fini à ce moment là on fait le tawaf de l'adieu c'est en dernière minute le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit qu'il faut que ce soit leur dernier leur dernier c'est à dire endroit où ils doivent quitter c'est le tawaf التي يساعدنا اجتب الشراب يجب أن يتساعد بحقًا يجب أن نجد من القادمة من نستخدمًا من ما يقوم بحقًا يح prospects انه يفترون وأيضاً وحاءه معي ونعه ليس قريبًا فئي لا يؤدي ولكنها نستخدم هناك فضلك هذا الواجبات هذا. إذا كان الإنسان قصر في واجبة من الواجبات فعليه هدي. الهدي هو دبح الشارع أو ما استطاع إليه الإنسان. لو إنسان مثلاً ما أداش واجبة من الواجبات كاملة ناقص فيها شيء فعليه هدي. بش يكفر هذا الواجبات المحضرات فعليه هدي. هذا هو من الواجبات. الهدي هو دبح بالغ الكعبة يعني يروح يشري تمك يخلص الناس يدبحوه في المكان المعين ويوزعوه في الكعبة. كما يعني في حالة صيد دبح بالغ الكعبة. هذا وش أمر نبيه الله سبحانه وتعالى للإنسان ما أداش الواجبات. بعض الواجبات يعني كين أخطر من ذلك هو الجماع. لو إنسان جامع في الإحرام يبطل الحج التاعه. لو جامعه وهو في إحرام يبطل الحج التاعه. قال ابن عباس رضي الله عنه وعمر وعبد الله بن عمر يرجع في العام اللقابل يعني المقبل ويأدي هدي يهدي ثم يأدي هذا المنسك من شاء الله رب يتقبل. الإنسان لي ما دارش طواف الوداع. طواف الوداع بالنسبة للمرأة الحائض عفية من هذا الأمر. عفى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المرأة الحائض. ولكن الإنسان لي ما داروش. ما قامش بطواف الوداع. منسى ناسيا. لازم يقوم به يأديه. يرجع يأديه. لا ما قدرش يرجع يأديه. لازم له هدي. فمن ترك يقول عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدش يقول من رأيه. يقول يعني فمن ترك منكم واجبا نسك أو من النسك شيئا فعليه دم. والدم هو الهدي. والإنسان إذا كان يعني ننسى وقطع أظافره. ولا دار العطر. ولا طيب ولا مسك ولا آخر. نسيا. فما عليه شيء. الله سبحانه وتعالى لا يأخذناش. الله لا يأخذنا بما نسينا أو أخطأنا. هذا جائز. ولكن الإنسان اللي يتعمل في هذا الشيء ممكن يقوم بأمور يعني يدير الطيب مدة ثلاثة أيام ولا. فهذا عنده لاختيار. فباش يدير هدي يعني يدبح وإلا يصوم ثلث أيام في الحج وسبعة إذا رجع وإلا يطعم ست مساكين قدر نصف الصاع يعني الأحسن يشير لهم وجبة فيها الرز والجاج والسلام عليكم لست مساكين. هذا يعني إذا كان قصر في واجبات من الواجبات. أما إذا كان في السنن فلا حرج. يعني الإنسان مثلا خطبة خطبة يوم عرفة سنة طواف القدوم. سنة. هذا الأمور هذه كلها سنن. الإنسان ما تأثرش على الحج التاع. ما تأثرش على الحج التاع ولا تبطله. فهذا الأمور لك أن قام بها الإنسان. راهي محمودة. ويؤجر عليها. وإذا ما قامش بها الإنسان راهي لا يؤخذ عليها. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق للجميع إن شاء الله. لحبلها تفتاعي من بعد يعني ويستفسر في الحج لما كان حتى مشكل. نقدر نخلي إن شاء الله لاستفسارات للناس اللي يكونوا متوجهين إلى بيت الله الحرام. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لنا ولكم. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لنا ولكم.